سلام عليكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حال إخواننا وأحبابنا وأهلنا في السودان الحبيب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بالهم سالفتنا اليوم من السوالف الجميلة واللي إن شاء الله إنها تنال إعجابكم يقول لك فيها عاجوز والعاجوز هذه أرملة وعندها ثلاث ولاد ثلاث ولاد ذكور والعاجوز هذه ما عندها شغلة وعملة فيها الدنيا بعد وفاة زوجها إلا أنها تسعد أبنائها وتأمن لهم الحياة الزينة وما يحتاجون شيء اللي تقولهم لعيناكم تشتغل بالليل وبالنهار وتواصل الليل مع النهار لأجل سعادة فلذات أكبادها وطبعا زوج المرأة هذه العاجوز لما توفى ترى كلها بعض الحلال وبعض الأرض على أطراف إحدى القرى وتروح الأيام وتجي الأيام ومثل ما يقولون الفريخات أول عصافير بدأت الطير من العش وصاروا الشباب وتصوروا وصاروا يعني مثل ما تقولون في سن الزواج زوجتت شبير هذاك اليوم وخطبت له واحدة من بنات هالناس والشباب طبعا ما حسوا دريوا على حالهم إلا أنهم لابسين ومتقمشين ومتعطرين وأمورهم نقدر نقول أنها يعني فوق المتوسطة أمورهم المادية عندهم حلال والمرأة هذه عمرت لهم كل واحد بيت وضبطت لهم الأمور ولما صاروا في سن الزواج بدأت تزوجهم واحد واحد أول ما زوجتت شبير زوجته هذه الزوجة الزينة وجهزت له الأمور على الـ 24 وقعدته هو وزوجته في بيته الخاص وهي طبعا عندها منزل الزوجية أو البيت القديم بيتها هي والشاي بزوجها المتوفي رحمة الله عليه بعد فترة من الزمن صار الشاب الثاني في سن الزواج وكذلك راح تخطبط له وحدة من بنات الجماعة مثل ما يقولون أو من هالقرايب وجهزت له الجهاز وزبطت له الأمور على الـ 24 وكذلك كانت مجهزت له منزل وسكنته في منزله وكذلك بعد فترة من الزمن زوجت الولد الصغير اللي هو آخر العنقود زوجته زوجة بنت عالم وناس وسكنته في منزل خاص فيهم حال وحال أخوانه لثنين الأكبر منه وتروح الأيام وتمر الأشهر وتمر السنين بعد فترة من الزمن طبعا الأبناء هذولا كل من صار عنده أربع خمس أبناء أو كبرى وصارة وتصورة وصار أبو فلان وراح أبو فلان وجه أبو فلان والمرأة هذه يعني ما زالت يعني صحتها ممتازة يعني ما تحتاج حدا أنه يساعدها في الأعمال المنزلية وتعرفون عجايز قبل الله يمد بعمرهن ويطول بعمارهن إن شاء الله يا رب مهن مثل جيل اليوم لا بتلؤني بتشؤني وتلاقي الوحدة إذا دغتها إبرة ولا شوكا دغري تطير على المستشفى هذا النيتش اللي كان يردن على بيار المي ويكنسن ويغسلن على إيديهن وكذا بدون تذمر بدون كذا اليوم صار الوضع كله تاتش أو لمس ومحد عاجبه يعني إلا من رحمة ربي المهم العاجوز هذه كانت بهمتها وقوتها وما هي محتاجة تشنة من شناينها إنها تجي بساعد ساعدها بأي شيء وكانت هي اللي تعزم الشناين والولاد يجون يحضرون عندها وياكلون ويشربون وشايفة حالها عليهم يعني بما معناه تقولهم ترى أنا ماني بحاجتكم لكن في النهاية يعني هذه ظل أم وقل لما يجيها يوم تقع ولا تمرض ولا فلازم يكون فيه حدا يقوم على رعايته بما أنه ما عندها بنات مثلا لأنه البنات عادة بشكل عام يكونن أحن من الشباب على الأم ولا الأب في يوم من الأيام قررت الأم أنها تختبر أبنائها وزوجات أبنائها قامت ذاك اليوم سيرت على ولدها أتشبير وولدها تشبير بيته ما هو بعيد يعني أبو خمسين ولا ميت متر قالت اليوم أنا جاي أنام عندكم ودي أضيف عندكم والفطور والغداء والعشي يعني أمضي 24 ساعة كاملة عندكم قالوا حياتش الله يا أهلا وسهلا جدت المرأة هذه على بيت ولدها تشبير ويا أهلا وسهلا وقاموا بالواجب أو سووا لها هذا كالعشة وسهرة وولاد الرجال مبسوطين بشوفة جدتهم أو مثل ما يقولون حبابتهم يعني يلعبون حواليها وهذا ينطمنين وهذا يجي من هناك وهذا تخور في خرافة وهذا تسول في سالفة الحد ما ناموا هالولاد أو ظل الولد تشبير هو وزوجته وأمه تسهروا لهم أبو ساعد زمان وقاموا وجمعها هذول الولد وزوجته قاموا على غرفتهم ينامون والعجوزة هذه ظلت تفرشولها في مكانها ونامت الصبح العجوزة هذه قعدت بكير متعودة إنها تقعد على أذان الفجر والزوجة هذه زوجة الولدة تشبير كذلك متعودة إنها تقعد بكير اتجهز فطور لزوجها وديروها على شغل ولا على عمل بعد صلاة الفجر قعدت العجوز وإلا سمعت حركة بهالبيت نادت على زوجة ولدها تعالي يا فلانة جت فلانة قالت لو سمحتي جيبي لي بريق الوضو ودي أتوضى ودي أصلي قالت إبي شري لكن يعني النبرة كانت مهي زيادة والوجوه من بداية السهرة كانت يعني أهه بين بين جابت بريق الوضو وراحت العجوز توضت وجدت صلت وقعدت نادت على زوجة ابنة ولدها قالت يا ابنيتي أنت ترى مقام بنتي وانتي زوجة ولدي وأم عياله وتعرفين أنا مرة شبيرة وترى أنا فراشي تبلل بالليل وترى ما هي بيدي السالفة هذه يعني تعرفين حرما صرت شبيرة وما قدرت أسيطر على نفسي لذلك الفراش ترى يحتاج غسيل ويحتاج على الشمس وكذا المرة هذه هي سمعة السالفة وكان براسها عقل وطار نططت العيون العيون صار يعني كأنه المرأة هذه مرتكبة جريمة لا وشلون سويتي وشلون كذا الله لا يكبرت العالم تكبر وتعقل وأنتي تكبرين وتنهبلين أو يقعد الرجال اللي هو الولد الشبير على صوت أمه وزوجته خير يا جماعة شن اللي صاير الدنيا الصبح صبحكم الله بالخير قالت تعال شوف ميمتك هذي شن مسايب الفراش وتريدني أغسل وصخها شتقولين يا مرأة قالت والله هذا اللي جاك بالفعل المرأة لما جت العجوز شنو ساوت كبت مي من بريقة الوضو على مكان أفراشها مكان نومها وجت المرأة هذه قلت لشوف شن مسايب الفراش ومنودي يغسل وصخهما كذا ممنودي يسوي قالت له والله اللي تغسلينه وتنشرينه غصب العنة أنا ما أغسله صختش هاي مرتة لابن تقول للأم صارت العجوز تبتشي وتهل منها دموع والله موه بيدي وما عليش وانا وكذا الولد الشبير يعني الساوى حاله سمعان وماهو سمعان ولا اللي جا مرته ولا قللها شي وكانت حاطت له فطور المرأة هذه تشلي لقمة وراح على شغله ويا دار ما دخلت شر قامت العجوز هذه المسكينة راحت غسلت الفراش وانشرته على حبلها الغسيل وقامت ضبضبت أغراضها ورجعت على بيتها وبعد ثلاث أربعة أيام زمان قررت العجوز أنها تروح على ولدها الوسطاني وبعثت لهم خبر أنه أنا ترى جايتكم زايرة أربعة وعشرين ساعة قالوا حيات شالله يا يمه وتروح هذاك اليوم لعند ولدها الوسطاني أو يذبح لها الدجاج ويذبح لها الديوك ويسأوي لهذاك العشة الزين وهبب الريح مثل ما يقولون وهاليا يمه وهالولاد كمان يلعبون حواليها وهذا من هنا وهذا من هناك سهرة وهذيشة سهرة زينة وكل من راح نام والعجوز ساوت نفس الفيلم اللي ساوته عند ولدها تشبير عند مرت ولدها هذا الوسطاني لما قعدت الصبح قررت لها يا ابنيتي أنا ترى والله ما هو بيدي وغصب لعني والفراش هذا يحتاج غسيل وكذا وتعرفين أنت أنا مرة تشبيرة مثل أمك ولا تعلمين حدا ولا تجيبين سيرة ترى يا ابنيتي المرة هذه انهبلت وطار عقلها أمه عيب عليك وجاي تسوي تسوي سخيلي بالفراش وأنا ما ظل عندي شغلة وعملة غير أنا عجاني ما أنا مكفيتهم وعيب الشوم عليك والله أنتش ما تستحين قعد الولد الوسطاني كذلك على صيحات مرته وأمه خير يا جماعة استهدوا برحمان قالت والله يا فلان هذا اللي صار وما كشوف شلون مساوية والله هذا اللي علي تالي هالزمان والله أغسل وصخها يعني شد قولين قالت والله هذا اللي جاك وشوف فراش شلون مساويته والعجوز ساوت نفس الفيلم وساكته وتفرج على ولدها وعلى زوجته الولد كذلك هذا مثله مثل خويه تشبير ما ساوى شي ولا لجمرته ولا قال لها ليش تغلطين على أمي ولا ليش تمهدلين ولا ليش كذا لبس هدومه وقال يا كريم قامت العجوز المرأة هذي جبرت العجوز قالت لها وديش تغسلين وتنشرين وأنا ماني مجبورة أغسل وراتش قامت العجوز كذلك غسلت الفراش وانشرته وقعدت لها شوي وتبشي وقامت رجعت على بيتها بعد كمان أربع خمس تيام قررت أنها تروح تضيف ولدها الصغير اللي هو آخر العنقود جت عليها همذاك اليوم السلام عليكم وعليكم السلام يا حي الله حي الله بميمتي يا أهلا وسهلا هب بالريحة الولد وقام بالواجب من أحسن ما يكون ومرت هذا ولدها الصغير تفتل حواليها وهاي عمتي وهاي جدة وهاي كذا وقم بالأخلاق والاحترام ساوت العجوز الفيلم اللي ساوته مع ولادها ونسوان ولادها الاثنين مع ولدها صغير اقعدت الصبح عند ذان الفجر وبلغت زوجة ولدها هذا صغير قالت لها والله يا ابنية السالفة كذا وكذا وكذا وما قدرت أسيطر على نفسي قالت لي يا أمتي يا مرت عمي يا حماتي واصلا انت يعني اش قد غسلتي اللي ولدتش هذا اللي هو زلمتي الآن اللي هو زوجي اش قد غسلتي وش قد سويتي كذا وش قد وهذولا ولادنا انت ما غسلتي لهم وما حفظتيهم وما لبستيهم وكذا أبدا لا تأكلين هم أبدا ولا يكون ألا خاطرش طيب واعتبري نفسك ما سويتي شي ودقوم تطالع الثياب من عندها والعجوز مبلل الثياب يعني يمساوي عليهم فيلم طالعت المرة هذه مرت الوضع صغير الثياب من خزانتها ولبست العجوز الثياب وعطرتها وخذتها لفراش وغسلته ولا جابت سيرة أبدا وقعد هالولد الصبح ولقى هالفطور محطوط ويفطر هو أمه وهالأمه يمتي ويأهله ويسعدها الصباح وقام الرجال لبس وراح على شغله وظلت العجوز وشنتها الصغيرة قامت العجوز قالت يا ابنيتي تعالي بالله شوي يريد أسول فتسالفة خير يا عمتي قالت لها والله عندي وحدة من صديقاتي موصيتني ودي أشتري ذهب البنتها وأنا عرف بهالشغلات هذه لكن المشكلة المرة كانت معطيتني خيط والخيط هذا مقيوس على قياس إيدين البنت اللي هي بنت صديقة الأم قلت لها وضيعت الخيط والبنت على هو ما وصفت لياها ترى مواصفاتها نفس مواصفاتك أعطيني إيدك خليني أقيسها وعلشان أجيب لها البنت هذه أساور ذهب قالت على بركة الله قامت الزوجة هذه زوجة الولدة صغير جابت خيط وقامت العجوز هذه تربط خيطان بإيدها المرة وتأخذ قياسات يدها وبعد ما أخذت هالقياسات وأفطرا وتسولف أنتهرجا شوي الصبح قامت العجوز راحت على بيتها وقامت طلعت مثل ما يقولون الخمير والفطير وعندها ذاك الصندوق طلعت الصندوق وإلا فيها الفلوس وفي اللي راتها الذهب وفيها الأساور اللي مذخرتها من زمان وتقوم تشيل الصندوق هذا وتنزل على المدينة غابت لها يوم ولا يومين وجدتها ذاك اليوم وجايبة هذيشة الصرة معاها وقعدت فيها البيت وأرسلت في طلب ولادها وزوجاتهم وهالعائلة كلها قالت الكل اليوم العزيمة عندي وودي أشوفكم وعندي سالف وودي أسلفكم إياها قالوا تم جوه ذاك اليوم من الشباب الثلاث مع زوجاتهم وولادهم تعبأ البيت نسوان وعجان مثل ما يقولون قامت العجوز جابت أصرار قالت لتشنها هاي صغيرة مرت الولد أصغير قالت جيبي لي هاتشيس هذاك اللي هو الصرة اللي فيها الذهبوا فيها أمو ما يعرفون شنو فيها جابت هاذي هاتشيس وفتحت وقالت تعالي يا فلانة اللي هي يا مرت الولد أصغير وقامت اتعبي بإيديها من هالأساور وهالخواتم وتحط بحلقها من هالأطواق اللي هو برقوتها أطواق شي ذهب شي فضة شي شي ينعرف شي ما ينعرف أشكال وألوان والنسوين هذة النيشة اثنين انفتحات أثوم هن وعيون هن ويتفرجن يشوف هن يدين شنو السالفة هذي ليش يعني يا تلبس هذي وما تلبسنا قالت لهم اسمعوا لأقولكم ترى أنا السالفة هذي اللي سويتها مع النسوينكم هذا فيلم أنا سويته وموه أنا أم فلان اللي سوي سواه هذي بفراشي بس ترى يولدي انت فلان اتشبير ويا فلان انت الوسطاني تراكم راح تشربون من نفس الكاسة اللي شربتوني منه واحدكم لمن شاف مرت وتصيح وترفع صوتها علي وتبهدلني وترزلني وانت وفاتحين ثومكم وتفرجون عليهم شلون قلل من قيمتي وهيبتي ولا لجمتوهن ولا قلتوهن ليش وما ليش ترى هذا ولادكم كونوا واثقين ولادكم وبناتكم راح يسوون فيكم نفس الشي وهاي البنت وهاي البنت الأصيلة اللي انا راح اقضي تالي حياتي معاها وما امن اني اقعد او انام بفراش واحد منكم ولا ببيت واحد منكم هاي الأصيلة بنت الأصول المربية التربية الزينة ورغما انو انا ربيتكم على الطيب وكل شبر بنذر لكنكم ركظتوا ورا النسوان وانت وشلابن نسوانكم وقولوا امنا قالت بيوم ومن الايام النساوين اللخمة ما اتعرف شو انتها تساوي حظن النسوان اثنين اللي بهضلنها والولاد هذول والولاد هاتشبير والوسطاني يا يما احنا مقصدنا وقالت لهم اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب والمي لا نكبت ما عاد ترجع خلاص وتقوم والوم هذي تسجل كل ما تملك بيتها اللي قاعدة فيه وبعض الاراضي اللي كانت هي مشرفة عليها سجلتها باسم ولدها صغير وكذلك في اسم زوجته وقعدت عندهم وعاشت تالي حياتها معززة مكرمة لحد ما ماتت يعني سبحان الله ما ادري شلون لما الشخص يسمع زوجته وتبهد الوالدته وتذلها وتهينها وهو ساكت ويضحك ولا يتصرف ولا يلجم زوجته ولا كذا يعني سبحان الله ما ادري من اي طين مخلوقين او معجونين هذول والله ما ادري او انه شنو يصير العقل الواحد اللي يلحق زوجته وما يقدر يعني شنو بعد امك يعني بعد الام ما في شي لهم خلاص لا امك انهانت ما اعضل لك انت لا قيمة ولا كرامة ولا من اللي ما حاشمه امك اصلا هي لو حاشمتك من الاساس ومسويت لك قيمة ما هانت امك لذلك يا اخوان الام لا بعدها ولا قبلها واذا ودك تلحق مرتك وتترك امك او تخلي زوجتك تبهد الامك وتهينها ترى انت ما براسك جنس النموس دير بالك ثم دير بالك ثم دير بالك الام لا بعدها ولا قبلها سالفة اخرى يا اخوان كذلك عن الموضوع هذا قولك في البادية في امرأة والامرأة هذه عندها ولد وحيد والولد الوحيد هذا هو المدلة لهو عينها وقلبها بما انه وحيد تعتني فيه وتدير بالها عليه وربته كل شبر بنذر والولد هذا اسمه محمد محمد عايش هو وامه بيت الشعار وعندهم حلال وخير من الله وامورهم زينة لكن محمد ما شاف نفسه قاله ولد وهالج دايل ولابسها الشماخ ولابسها العقال وهالفرد على صفحته مثل ما يقولون وما هو طاس حدا قدام مو شايف الدنيا قدامه شب فيه بداية العشرينيات وطايش لكن تربية هالأم يعني هي تعبت عليه وكذا إلا أن ما بينت التربية فيه الولد هذا محمد صار يخلق على أمه يعني خلاقه على طول طالع ينفتر وما هو عجبه شيء قامت الأمه بيوم من الأيام قالت يعني الولد هذا ما لي إلا إني عزوجه بل شيء أنه عقل والله يهداه ويحط عقله براسه وارحمان يطب باله وفعلا قامت اخطبت له وحدة من بناتها العرب خطبت له بنت ولا كل البنات البنت هذه لما جت لعند أمه محمد وعاشت هي وياها بخيمة هالشعر ما تعتبر أمه محمد إلا أنها بمثابة والدتها ودريها وشنو ودت يا عمه أمه محمد مع مرور الوقت ومع مرور الأيام والسنين صارت حرمة شبيرة وجابت محمد هذا متأخر جابته بسن يعني حوالي الاربعين سنة تقريبا والولد هذا الآن عمره بالعشرين صارت يعني بس التينيات وأمه محمد على قد ما تعبت وشقيت فيها الحياة وهي تركض من هناك وأيام تصرح بالغنم وأيام تحلب وأيام مذري شنو تساوي والحد ما صار محمد وتصور صار نظرها ضعيفة شوي وصارت تركبها توجعها ويا الله أنها تقدر تمشي بالليل ما تشوف سمعها خف شوي كان الله في عونها المهم بعد فترة من الزمن الله سبحانه وتعالى أرزق محمد منها الزوجة هذه ولد سموه أحمد أحمد لما تسمع صوته العجوز تكيف وتنبسط يعني الصوت مثل ما يقولون حفيدها الوحيد ومتعشمة فيه خير وتقول هذا يعني يشيل اسم أبوه بعدين والله يرزقه الخي أول أخت في يوم من الأيام قررت هالعرب أنه تغادر الدير اللي هي فيها بحثا عن الربيع ومصادر المياه وقامت هالعرب وهالشباب بلغوا بعضهم أنه ترى الرحيل يعني الناس ودها مع غياب الشمس تهد بيوت الشعر وتبرك الضعون مثل ما يقولون أو الإجمال اللي حملون عليها يبركونها ويجهزونها بحيث أنهم ينطلقون بعد منتصف الليل ويمشون على هالبراد محمد هذاك اليوم جه على زوجته أم أحمد قالها يا أم أحمد شوفي ترى أمي صارت عاجوز شبيرة وهي مخرفة وترى بلشانيني به وشايلينها وعلى شيلوني وحطوني وسوولي وجيبولي ترى أنا والله يا ابنت الناس ما عدلي يخلاق عليها وإحنا مثل ما تعرفين راحلين باتر وأنا بودي أنه نخلي لها خربوش صغير ونخليها بهالخربوش ونتركها ونرحل معها العرب يا رجل يطولك يقصرك يا ابن الناس قالها هذا اللي جاتش وطبعا هذه أم أحمد الزوجة تخاف من زوجها ورجل صعب وقاسي حاولت معاه يا رجل هذه أمك قالها ما عليك هذه أمي وانا حر لكن خلي لها خربوش صغير ولا مشت هالعرب نص الليل نمشي وما حد يشوف إذا ظل ورانا حدا ولا ما ظل وفعلا هذاك اليوم مع غياب الشمس هالعرب هدت بيوت الشعر وطوتها وجهزتها وحملتها من تضرين ساعة الصفر الانطلاق بعد منتصف الليل يمشون على نجم سهيل مشت هالعرب ومشت هضعون ومن ضمنهم ضعون محمد وزوجته أم أحمد مشوا لهم ثلاث أربع ساعات خمس ساعات الياما شق الضو ويلتفت محمد على زوجته هاي أم أحمد أحمد نايم ولا قاعد قالت له والله يا أبو أحمد أحمد موهين شلون موهين وين أحمد وين شلون قالت له أحمد عند أمك يا بنت الناس يونو تقولين أنا قلت لش خلي أمي لحال هل يش تخلينا الولد عندها قالت اسمع لأقول لك أولدك هذا باتشرب يوم من الأيام يا يزتني ويخليني يا يزتك ويخليك يعني مثل ما سويت أنت بأمك راح يسوي هو يا بي يا بك نفس السواها اللي سويتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال هذا لما انقرأت له الولد عند أمك قلبه انشلع المشكلة وين المشكلة أنه العرب قبل لمن ترحل من مكانها تيجي الأضباع والوحوش والحصينيات وهالحيوانات الشاردة والحيوانات المفترسة هذه تيجي على ديارات العرب الديار اللي تكون فيها نازلة الخيم تشمشم وتخمخم ويشوفوا لهم بل يلقوا لهم شي يأكلونه قال لك وكاد لمشت هالعرب جدت اضباع والوحوش تشلو العجوز اللي هي أمه وتشلو الولد قالها في مكانك الآن هين نزل الناقة نخخ الناقة على الأرض وقالها استنيني وهو راكب فرس حصان من هالحصنة زينة الأصيلة ويلبع الفرس ويصير يضربها ويقول يا كريم يرجع على نفس الأثر ويده يرجع ينقذ ابنه والعجوز هذه أمه محمد لما نرحلت العرب كانت نائمة وتعبانة ومرضانة قامت الزوجة هذه زوجة الولد ارضعت ولدها اللي عمره كم شهر ارضعته واشبعته ولفته وحطته بحظن جدته النايمة ورحلوا العجوز لما نقعدت حست على صوت الولد هو يبتش ظاهر النجاع مع شقة الضو حست يعني عرفت ان الولد يشجابوا على حظنا وكذا قالت وكاد انهم راحوا يشتغلون لهم شغلة ولا يحلبون ولا يشوف شن يسوون وخلوا والولد عندي لكن حست على اصوات اضباع والوحوش تفثل حواليها وهذا يكون هذا وهذا يكون هذا العجوز عندها باكورة او عصايا عكاس تعكز عليها والمرأة هذه زوجة محمد كانت متركتلها قربة مي وسطل فيه لبن وشوية خبز بحيث انها تاكل لبينما الله سبحانه وتعالى يفرجها عليها قامت العجوز بهالباكورة تحرك حواليها وتهجس حواليها والدق الباكورة بالسطل هذا اللي فيه لبن صارت تخبط على الدلو اللي فيه لبن هذا صار يطالع صوت وهالوحوش وهذا اضباع تفتل حواليها وخايفين من الصوت هذا اللي قاعد يصدر من صوت الباكورة على الدلو او السطل هذا اللي من الالمنيوم وتخبطين وهناك وتقولهم والله ما تقربون عليه والله هذا والد الغالي هذا الغالي والد الغالي شوي ويقبل من غاد محمد جاي طاير على ظهر هالفرز ويشوف لك هذي تششوفة ما في الغبار حوالي هالخربوش صغير وهالحيوانات هذي تفتل هذا يطلع من هنا وهذا يطلع من هناك والعاجوز مرات تتبين مرات ما تبين المهم لما نقبل والحيوانات هذي جعانة ودهم يعني ياخذون الوليد صغير من العاجوز او يأكلون ها هيوية لما نقرب عليهم ويسمح تقول هذا الغالي والد الغالي ولا ما تاخذونه قبل ما تاخذونه الروحي المهم ويقوم يمعط الفرد سحب الفرد من جنبه واطلق الرصاص على الحيوانات هذي وفلت ويزد حاله على أمه وولده ويحبها ويشمشمها ويأي أمه قالت هلأ هلأ أبو لا تخاف لا تخاف ولدك ما ياخذونه مني المهم هذا صار يبشي وما عادي عارف شنو يسولف شنو يساوي ما عادي يدري ويقوم يشيل أمه ويحطها على ظهر الفرس ويشيل الأولاد ويرجع على أثره بعد عدة ساعات رجع لعند زوجته والزوجة لما شافت زوجها جاي وجايب أمه وجايب الأولاد الأولاد يبشي أرضعت الأولاد ها يا محمد قالها والله جزاة الله خير والله إنش أصيلة ونشمية وبنت نشامة وبنت مقصالين وصراحة أنا كانت معميتني الدنيا وما كانت شايفة اللي شايفته يا بنت عمي لكن أنا ما قلت لأمي إني تركتش هنا علشان أتخلص منك وكذا قالت لا تقولها ولا تجي بيلها سير ومزالك الآن يعني الله تاك ورجعت العقلك وصرت محمد اللي لازم يكون محمد جزاك الله خير وأطلب رضاها وصارت لأم تدعي لمحمد وتقول جزاك الله خير يا محمد وألا يرضى عليك وأن ما تقبلت وكانت العرب سابقتهم لأنهم تأخروا شوي قاموا وركبوا ولحقوا العرب ومحمد من بعدها ألا أرزقوا عيال وبنات وفتحها عليه من أوسع أبوابه وعاش هو وزوجته وأمه لحد ما توفت أمه هي رضيانا عليه كانت هذه نهاية قصتنا لهذا اليوم صراحة القصص مليئة بالعبار ومليئة بالحكم اللي نستفيد منها وخصوصا القصص اللي تتعلق بالأمهات يا أخوان الله يطوله بعمر أمهاتكم لذلك أنصح كل شخص أنه مخاصم والدته ولا مزعلها ولا مسوي لها أي شي مو مريحها أو أنك تصف مع زوجتك على والدتك يعني أرجو أنك توسع صدرك وتكبر عقلك وتروح تصالح والدتك وتطلب رضاها وتحب إيديها ورجليها وتكسب رضاها في الدنيا لأجل تكسب رضا الله سبحانه وتعالى الأم يا أخوان والله مدرسة الله يحفظ أمهاتكم وأمهاتنا جميع وأمهات كل من يسمع يا رب وخصوصا يا أخوان فيها الأيام الفضيلة المباركة هذه أواخر أيام شهر رمضان المبارك الله يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات اروح اشتري لك هدية اروح طيب خاطر والدتك بشلمة زينة بهدية متواضعة على قد ما تقدر ترى الدنيا والله ما هي دائما الحد يا أخوان لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم دمتم في رعاية الله وحفظه